دراتي مشاهدين ننسيب حضراتكم وموجز لأهم وآخر الأخبار مع مينة فضال يمين شكرا لك هدير التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق والتناغم بين جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان تشغيل الأمثل لمنظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة وعدد من الوزراء وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة للموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة حيث اطلع الرئيس السيسي على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات تمهيدا لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة ومستشار الرئيس للشؤون الصحة والوقاية كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات بهدف احتضان النوابخ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم بما يسهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر هذا وشهد الاجتماع اطلاع الرئيس السيسي على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لسيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فضلا عن الموقف الحالي للمشروع القومي لتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما إلى جانبي تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر حتى لا تترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلع جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الرابع للنجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الرهنة على السلع الاستراتيجية بحضور عدد من الوزراء حيث تم استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرودنبرغ هدنة لمدة شهرين وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم أن الهدنة فرصة حقيقية لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة أعلنت الولايات المتحدة عزمها فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا خلال الأسبوع الحالي وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاكس سوليفن أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل تدابير محتملة في مجال التاقة وأشدد مستشار الرئيس الأمريكي على أن البحث جار للتوصل إلى توافق مع الاتحاد الأوروبي الذي يناقش من جهته بصفة عاجلة فرض عقوبات جديدة على موسكو في الوقت نفسه أكد سوليفن أن روسيا غيرت استراتيجياتها العسكرية وستركز هجومها من الآن فصاعدا على شرق أوكرانيا خصوصا متعهدا بإعلانات جديدة عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في الأيام المقبلة قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينينزا أن بلاده ستقدم أدلة علمية لمجلس الأمن الدولي على أن قواتها لم تقتلوا مدنيين في أوكرانيا ولم تشارك في أحداث بوتشا وأضاف نيبينينزا في مؤتمر صحفي أن تلك الأدلة سيتم تقديمها حتى لا ينخدع المجتمع الدولي بالمزاعم الغربية حول أحداث بوتشا كانت الأمم المتحدة ودول غربية عدة قد أعربت عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا والتي أظهرت جثثا لمدنيين في الطرق وفي مقابر جماعية أعلنت بريطانيا أن الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلنسكي سيلقي اليوم كلمة افتراضية أمام جلس مجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية وأوضحت بريطانيا أنها ستحرس خلال توليها رئاسة المجلس على توضيح حقيقة الانتهاكات التي وقعت أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتعد كلمة زيلنسكي هي أول مدخلة له أمام مجلس الأمن منذ بداية الهجوم الروسية على بلاده في الرابع والعشرين من فبراير الماضي نهاية مجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل